أهلا بكم من جديد مشاهدينا ويبرحب بديوفي الكرام الناقض الرياضي الكبير أستاذ أبو المعاطي زاكي رئيس تحرير نجمة الجماهير مسأخرة فندم مسأخرة عليك أسو محمد ونساعدني معاكم مع أخي الصغير الأستاذ محمد وعلي ويا رب يوم جميل على النادي الأهلي ومباراة موفقة بإذن الله بإذن الله وأيضا الناقض الرياضي ونائب رئيس قسم الرياضي بجريدة فيتو الأستاذ محمد أبعالي مسأخرة أستاذ أبعالي ومنوار المعارض برحب فيت طبعا محمد وبرحب أستاذ الأستاذ زاكو المعاطي ومنوار قناة المعارض النادي الأهلي وجمهور منظر الصراحة الواحد مش عارف يتكلم ازاي يعني يحرك الحجر يحرك كل حاجة وبدأت التشجيع أول التشجيع كان لقابت الحسام البدري وكان فيه أغنية خاصة والتاني شريف إكرامي دعم كبير جدا 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 من قبل جمهور ساذة أبعالي أول ما شافه طبعا خط حسام البدري أفريقيا يا حسام البدري وشريف إكرامي دعم ومعاظرة جيرة جدا لشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي وأدي الدعم وتحاية الجمهور الخاصة لشريف إكرامي ساذة أبعالي جمهور النادي الأهلي عارف أن دي كرة عارف أن دي مبارات كرة عارف ان قبل كده حسام البادلي نجح في التفوق على التراجب التونسي في تونس في 2012 2-2-1 وكان قدامه ان يجيب 3-1 وكانت هتبقى 3-0 وقتها لو تريكا سجل ضربة الجزاء التفوق عليه كان هنا وقتها حالة من الاحباط نتيجة التعادل 1-1 في استاد برج العرب لكن الكورة ما بتعرفش غير السنديا غير العطاء في الملعب لقد تنادي الاهلي عودونا في لحظات عديدة ان هم بيروحوا بره ويرجعوا بالبطول اهمها كان مع حسام البادلي في 2012 كانوا بلعبوا كرة حلوة وراحوا كاس العالم الأندية باليابان وشرفوا الكرة العربية وكرة الافريقية بصفة عامة اذا المباراة لم تنتهي باقي فيها الشرط التاني وزي ما التراجي قدر يسجل هنا الاهلي قادر على التسجيل هناك وزي ما قبل كده التراجي تعادل هنا مع ناد الاهلي واحد واحد والاهلي اللي رجع بكاس البطولة من هناك وارد ان شاء الله انه يرجع بإذن الله بالتأهل الى الدور قبل النهاء فبالتالي المسندة والدعم الجمهور الاهلي هو ده جمهور الاهلي العظيم اللي بيمتاز دايما عن باقي جماهير الكرة المصرية انه لما بتهتز شباكه حتى بيشجع فرقته في نفس اللحظة فهو النهاردة عارف قيمة انه هو يساند حسام البادري ويرفع عنه اي ضغط نفسي او عاصة بنتيجة بعض الهجوم او الانتقاضات وانه هو يساند اكرامي ويعرف ان دي غلطة فيع فيها اعظم حراس العالم وكلنا فاكرين اوليفر كان لما في كاس العالم لما دخل فيه جنب هذا الشكل او في النهائي ثم خد احسن لعب في كاس العالم مش احسن حارس لا خد احسن لعب وكتأول مرة حارس ياخد افضل حارس اللاعب يعني في البطولة طبعا حاجة جميلة جدا ابو علي الجمهور يحرك يعني الاهرامات يحرك كل حاجة احساس اللاعبة والدعم الكبير والمؤذرة اللحظية لكابتر حسن البادري ولحظية للشريف اكرامي احساس جميل جدا وصراحة جمهور النادي الاهلي يخلي الواحد يبقى اهلاوي ما هو يعني بقصة محمد اقتنع شخصي جمهور النادي الاهلي يعني اوفى جمهور في الدنيا جمهور دايما رفع راسه جمهور عارف او عند على مر الاجيال الفرق في النادي الاهلي خلت فيه رصيد للجمهور دا انه هو دايما يعني عنده امل وعنده يقين ان فرقته هترفع راسه وفرقته دايما زي ما قال السوداء المعاطي فأحلك الظروف بتقدر انها ترجع تاني شفنا المدى دكرة كتير جدا وفي نفس الوقت يعني كان الجمهور السبب قبل اي حاجة انه هو يرجع الاهل البطولات فال2006 الناس كلها افزمت والناس كلها اتكلمت ان خلاص النادي الاهلي خسر البطولة ومع ذلك فوقئنا انه مدرك كامل في استاد رادس موجود في جمهور النادي الاهلي كانت من يعتبر اول مرة في التاريخ ان انت عارف كان دايما عندنا اقتناع ان انت عشان تكسب يعني تخطي دور او تكسب بطولة لازم تكسب هنا في القاهرة واحد واثنين وثلاثة عشان تروح هناك متطمن كون الاهلي يفيجي في 2006 متعادل واحد واحد والناس كلها لازم الاهلي يروح رادس يكسب ومع ذلك الجمهوري بي عنده يقين ويسافر باعدات كبيرة جدا راحت ويرجع بكاسة البطولة الموضوع بيتكرر في رادس 2012 مع ترجي برضو فريق تونسي اخر مع كابتن حسام البدري والجمهوري يروح ويملى المدرج العلوي للشمال الاستاد رادس والاهلي يرجع بكاسة البطولة في سي سبورت في اخر دي الناس كلها بتقول يا رب وفي كاسة كونفيدرية في 2014 وعندهم يقين ان الاهلي حد اخر دي هيكسب فجمهوري الاهلي النهاردة ضرب يعني مثل اكثر من رائع او زي ما قولنا احنا تعودنا من جمهوري الاهلي على كده راحوا ازروا الناس كتيرة حاولت تخوفهم الناس كتيرة قاعدت تتكلم في كلام يعني انا اسف كلمة كلام فارغ قاعدوا يطلعوا يعني يحاولوا يرهبوا الناس ويخوفوا الناس الناس كتيرة اتكلمت ان ناس فيه كمان عند الناجي وفيه مشاكل ومعاد شروح وناس بتقبض عليها كان فيه مبرح كان فيه نافي من اتحاد القرى اه يعني اتحاد القرى كانت مفاجئة ان هو اللي بينفل طيب انا هستاذن حراركو احنا معنا زميلنا امير يشام من ملعب مختار ابتتش ولقاء مع سيادة اللوى شرين الشمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي اليك الكلمة يا امير امير يشام من ملعب مختار ابتتش جمهور النادي الاهلي ده رسالة لكل المسؤولين فيه الكرة المصرية الكرة تريد الجمهير الجمهور محتاج ان يرجع مرة تاني المدرجات الجمهور اصبح ملتزم في قواعد الجمهور بلتزم بيها وده ابرز ما جاء فيه لقاء سيادة اللوى شرين سمس المدير ايضا يشيد بدور الامن فيه التنفيذي لامور ودخول الجمهور لنادي الاهلي حاجة جميلة جدا وحاجة مميزة استاذ ابو المعاطي اللقاء الزهاب النادي الاهلي عمل فيه العديد من الجمل التكتيكية وصل الى مرمى الفريق التنفي اكثر من مرمى واضع العديد من الفرص وكان فيه بعض الاخطاء التحكمية وفيه كلام كبير جدا على حكم العودة كيف شاهدت لقاء الزهاب بين الاهلي والتركي بس لقاء الزهاب كان لقاء اول حاجة بين قواتين كبيرتين يعني انت مش بتلعب الترجي وهي فرقة هينة انت بتلعب فرقة كبيرة وتقيلة فيها عناصر السف في المنتخب الوطني معهم مدرب دهية اللي هو فوز البنزيرتي بيمتلك اكبر خبرة بين كل مدرب الدول العربية الان بيضم عناصر متميزة لسه كذبين بطولة عربية هنا من القاهرة عندهم عارفين الملعب عارفين ارضيته متمرنين عليه بشكل كويس عندهم قدرة على تقسيم المباراة الى فترات هم انت النادي الاهلي ينزل مباغت من بداية المباراة لو في توفيق لبعض اللاعبين وخاصة الوليد ازارو كان المطش في بداية وكده عمل اثنين تلاتين فعاوز اقول انك انت تقدر تخلص المباراة لكن ما امتاز به اللاعب الاندي الاهلي في البداية هو المباغت العيب هو فكرة انهاء الفرص انهاء الفرص حتى الان مسألة صعبة وليد ازارو مهاجب يمتلك قدرات فنية لكنه لا يمتلك الخبرة ولا يمتلك الثقة بالنفس وده ظهر في هذه المباراة هو محتاج حد يقعد معاه يحسسه بكمته وبثقته في نفسه لهو حس بثقته في نفسه وعدم الرهبة امام المرمة هيسجلك جونه اثنين وثلاثة احمد الشيخ عمل مجهود كويس لكن استبداله برضو لاسباب فنية انا شايف ان المباراة القادمة هي مباراة الخبرات الخبرات ويجب ان يكون هناك عنصر مفاجأة انت في المباراة الاولى في اخطاء مش في ادارة المباراة في تقسيم فترات المباراة يعني المباراة لم تقسمتش وفق اهدافك والجوني التاني لما جيت كان خلاص لغبة كل اوراقك في بداية الشروط التاني لكن كاتر فصال بدري على الرغم من ان ممكن البداية لم تكن بالمستوى المطلوبة لكن يعني الصراحة لا بالعكس البداية كانت كويسة لكن لم تكنش فيه انهاء هجمات كان انهاء هجمات ولما نادي التراجي تعادلة كان فيه سرعة استجابة من كاتر فصال بدري ونزل بمسلمان وابتدى فصالح جمعة ويقلب الموزين الشروط التاني تساعد وتمارك بالزبط يعني مستوى محمد احنا المباراة لازم يبقى دابة وجمهور زاكي وعارف الكلام ده المباراة بين فريقين كبيرين الاهل مش بيلاعب فريق ضعيف لاهل بيلاعب فريق قوي يمتلك اوراق قوية في اوجه قوته بعد اعادة بناء فريق قوي ومع مدرب قوي عامل نتاج كويسة هناك في دور التنسي مباراة اظن مباراة الخامسة فبالتالي انت بتاع فرقة كبيرة والاهل فرقة كبيرة هنا الغلطة بفورة زي ما بنقول وفكرة انتهاز الفرص وانهاء الهجمات بشكل جيد هو ده المطلوب الترجي راح مرات قليلة لكنه استطاعت تسجيل نادي الاهل راح مرات كتيرة ولم يستطع التسجيل نتيجة ان وليد اظهره كان فيه تسرع عنده بعض الشيء نتيجة ان كان فيه فردية في الاداء من بعض الابناد الاهل وتحديدا كرة احمد فتحي اللي هو ما لعبهاش على شماله لو مشاه على شماله كانت بقى تجون فلازم الناس تبقى وقفة على اخطاء المطلوب في المباراة التانية يبقى فيه عنصر مفاجئة عنصر مفاجئة في المهام بتاعت اللاعبه او فيه الافراد اللي نازلت اه او فترت لك انا فاكر ان احنا في 2012 كان ابو تريكا وبركات عادينا عاديك ومكتل وكان سيد معاهم ومساد معاهم وبلعب سيد حمد سيد حمد نجي جدا ايه بالضلط فلا عاوز أقول لكن كان فيه جمل كان فيه فكر كان فيه تركيز شديد من اللاعبين في كل كورة كانت تسعين دقيقة هم كانوا في كم التركيزهم قدروا أنه هم خلاص ترجي مفيش خلي بالك كان بي مرة نترجي وقتها برضو نبيل معلوم مدرب كويس جدا مبارد كده منتخب كونس دلوقتي فبالتالي أصدأ أقول يعني اللقاءات دي اللقاءات دين كبار فبالتالي لازم يلقى فيها عنصر المفاجأة وعنصر إنهاء الهجمات لو فيه عنصر إنهاء الهجمات بشكل مركز يعني مثل لما نزل التلتساع اللي نزلهم كان عنده قدرة أنه هو يوصل للمرمى عارف أنه هو يستلم تحت ضغط عارف أنه هو يسدد وهكذا فأنت محتاج في المبارد الثانية أن يبقى عندك عنصر مفاجأة سواء في المهام أو في اللاعبين أبو علي هاخد من كلام السيزة بالمعاطي وهروح لتصريحات الجانب الآخر المدير الفني بنزلتي بيقول أنه لن نقع في فخ الأهلي ولسه الشوت لم ينتهي وعلينا أن نتعلم من الدروس السابقة والنادي الأهلي آه إحنا عندنا أفضلية بنتيجة الذهاب ولكن النادي الأهلي أيضا قادر على العرب نفس الشيء اللي قاله فاخر الدين بن يوسف جناح فريق الترجي وأيضا المتخب التونسي قال نفس الكلام أنت شايف التصريحات دي بتصب فيه؟ أنا حامد بس قبل ما نتطرق للحديث عن مطش الأهلي والترجي أنا عايز بس أن نشد المسؤولين في البلد ونشد الأمن وأقول أنتوا عندكم دلوقتي فرصة كبيرة جدا أنتوا ترجعوا للجماهير للمدرد تاني جمهور الأهلي يتضرب أربع أمثلة يعني بتهالي مفيش أفضل من كده ولا أروع من كده ده حقيقة فأنت بتلعب بالزناك وفي بربع الناس بتبقى موجودة وبتشجع وبتأذر بمنطقة القوة نعم على غير النتيجة سلبية بتلعب والنتيجة خرجت سلبية ولمهير التزمت بتلعب الوداد والقطن الكاميروني الفرقة بتكسب والجمهور بيقدي في شكل كويس جدا وفيه التزام وفيه يعني زي بقوله سمع كل التعليمات التي تقالت لهم ونفزوها فيش أي خروج عن النص النهاردة بيضربوا مثل يعني أكثر من رائع بيقولوا الناس كلها احنا خلاص انتزمنا يا جماعة رجعوا الجمهير تاني المدرج كون ان المطشاط بتتلعب في مصر من غير جمهور ده في حد ذاته بينقل فكرة سلبية أو فكرة مش كويسة عن البلد نفسها أنا كراجل أدنابي لما أتابع الدور المصري وأشوف الدور المصري بيتلعب كل مطشاطه من غير جمهور ده أنا بينتقل لنا انطباع سلبي عن البلد لازم ترجع لأمور تاني زي الأول وأفضل لازم الناس ترجع مدرجاتها كرة محتاجة الجماهير بالضبط ما فيش كرة من غير جمهور زي ما فيش ممثلها في قدي مصرح من غير جمهور دي نقطة أنا كنت حابب أتكلم فيها ياريت الأخ طبعا وزير رياضة البشمانسخي عزيزي يتحرك ويتكلم ويأدي دوره في النقطة دي ويرجع جمهور تاني المدرجات فيه أكتر من وسيلة الممكن لكن فيه كلام وتصرحات ان هو هيربط رجوع الجمهور بالتأهل لكاس العجل ده كلام مش مزووك ده كلام مش مزووك ده كلام مش مزووك أنا النهاردة الجماهير رايح عندها هدف الناس حاول التفرع ودخل جميفة أكتر من قصة جمهير عندها هدف وبيين الوقت معاه رايحين يدعم الفرقة حسام يا بدري احنا بنشكرك ان انطلبت ان احنا نبقى موجودين في التدريب حسام يا بدري احنا بننصك فيه كنت وجاز الفني شريفة اكرامي لو حصل منك خطأ او مشكلة في المطش اللي فات لا احنا في ظهرك وبندعمك تكمل واستمر وبإذن الله تلعب المطش الجاي وهتبقى زي ما عودتنا انت واحد من افضل حراس اللي بقون في الدور المصر السالفات وكان افضل حارس في الدور المصر بالنسبة لكلام فريق الترجي انك ده كلام مهم جدا انت دلوقتي فيه background او فيه فكر سابع عند فريق الترجي ان نفس النتيجة دي ممكن جاء واحد وواحد او او اتنين ما تختلفها هي او معامل رتيجة جبية في برج العرب وكان في برج العرب وكان معكاته حسنان بدري وكان معنجير فن كبير زي البنزرتي ومع ذلك قدرت انت تعمل مباراة من اجمل مباراة النادي الاهلي في تاريخه وتكسب هناك اتنين واحد وكان ممكن ابو تريكا لو احرص ضربة الجزاء اللي جات له هناك وكان نتيجة توصل تلاتة واحد فانا عايز اقول ان الاهلي رايح فيه ضغط عصب على فريق الترجي يعني كان هنا نسبة كبيرة شايفين المباراة يعني خلاص بنسبة كبيرة الاهلي فقط نسبة كبيرة في الفوز او تحقيق السعود للدرقة بالنهاء جمهور الترجي هيعمل ضغط من وجهة نظر على فريقه المطش لو استمر نص ساعة بنتيجة سلبية فريق الترجيه بعنده حالة من القلة ان الاهلي ممكن يحرز هدف وده يربط لهم الدنيا هيتطالي يفتحوا الاهلي دلوقتي الموجود عنده سرعات متمثلة في وليد سليمان وازاره لزهر المطش اللي فات وعنده سرعات كبيرة جدا ممكن مؤمن زكريه برضو عنده النقطة دي بقدر يحرق جمهور الترجيه خيس جدا فلاهل لو لعب على الهجمة المرتدة هيقدر يحز اكتر من هدف خاصة من فريق الترجيه عنده رغبة ان هو يقدر يجيب جون يقتل بالمباراة فانا شايف ان ان شاء الله فريق الترجي فريق قوي جدا عندهم مصمالعب وحوش فرانكوم وكلبالي وعندهم طائسين في الهجوم وفريق نساسي فرق والوانيس البدء وانيس البدء عندهم فرق قوي جدا عندهم دكة قوية وعكس 2012 للناس تبقى فهمة عندهم غيابات لا هم مش افضل هي قوة متصابة لا انا مش بكلم هم افضل من الاهلي هم افضل من القوام هم افضل بكتير انا شفت الشوت التاني ودايت المباراة يمكن الهزة حصل بس في التمركز الخطأ اللي حصل في الجنة الاولاني والغلطة بتعشرية في الهدفين لكن ما حصلش شغل تكتيكي في الملعب مثلا باين الترجي ما حصلش حاجة شفناها نقول ان الموديل الفني مأصر فيها لكن انا شايف الشوت التاني كله نفس الشوت التاني بداعت الاهلي وطلعت جيش الهدف الاولاني الهدف الاولاني مشهورة به فرق شمال افريطة كلها محمد نماركوس خاطئ مطموركو بتاهم هم اقوية في حتة الابرات السابتة صراحة بيعرفوا يتمركزوا انا لازم اكون اجريسي انا لازم اكون اجريسي في الكورات السابتة ولازم يبقى فيه عنف من اللعيبات بتاعاتنا تطلع بمنطقة القوة متهابش انت عندك اتنين تول في القلب ران ربيعة وساعد سامير متميزين هم الاتنين في حتة انهم يلعبوا برسهم كويس فانا انا يعني شايف ان الاهل عنده ان شاء الله فرصة كويسة ان نحاق نتيجة ايجابية هناك تسعيدنا ان احنا نصعد عندك خبرات وعندك لعيبة عندها شخصية في الملعب المشارب دي بتحتاج شخصية معينة يعني انا مع احترام ان احنا تشوفوا صديق عزيز احمد بيلعب في نادي قاعد فترة كبيرة مش نادي جماهيري متحطش تحتو ضغوط كون ان انا ادفع به في ماتش زي ده شخصية اللاعبة في المشارب دي بتفتري يعني بتختلف انا فيه لعيبة عندي فيه خبرات فيه مؤمن ذكرية تحطي داخل ناخت زي كده وقده كويس فيه وليد سليمان شوفنا لما نيزي شوت تاني السنع يعني عمل فرق كبير خاصة انها الهجومة بالضبط احمد فتحي وعلي معلول عبدالله السعيد وحسام عشور والسولية فانت عندك خبرات وعندك شخصية لعيبة تقدر تلعب هناك بشكل كويس فانا متفائل ان شاء الله خاصة بعد دفع دي واحكي على قصة بسرعة كبير احمد عشان اطول كان نفس الموقف ده الاهلاء هي لعب الزمالك والتيتش اتملأ وجمهور كان في الملعب فبتكلم من ضمن اللعبة كلمتوا عن كلمتوا عن ساعد السمير فقول له ساعد يعني احساسك وبتاع الا انا عايز انا لعب المطش دلوقتي انا عايز انا لعب المطش دلوقتي وفعلا ليه ابو المطش وغلبوا الزمالك بعدين اتنون صفر في برج العرب ابو استاذ ابو المعاطي صراحة تواجد الجمهور بهذا الشكل والنتيجة لحد ما النادي الاهلي دائما يلعب على الفوز سواء خارج او في اداخل هل ده يغير زي ما زميل ابو عالي قال ساعد السمير كان هذا يلعب في التوقيت هل ده يغير من طريق التفكير كاتر حصال بدري في بعض الامور وايضا من ازر وشد من ازر اللعبة حتى نشايفين حتى في التمرين الموضوع اقتلا دي دفعة نفسية ومعنوية رهيبة جدا قبل الصفر بكر لكن مش هيغير من فكر كابتن حسام البدري لكن هو محتاجة محمد من وجهة نظر لنا الموضوع دي محتاجة لعيد بعينه محتاجة صالح جمعة بقى في الملحة ليه صالح جمعة صالح جمعة عنده سمة القيادة بعد حسام غالي موظم اللعي اللي في النادي الاهلي خبرات وكفاءات وتميز لكن ما عندهم شغنصوا لنما يحركوا زميل انه يوجه زميله في الملحة ده مش موجود في ممطقة دوس الملحة بما فيها حتى عبدالله السعيد نظرا رغم كفاءته وتميزه لكن هو شخص بطبعه خجور يعني ما عندهوش الحتة دي فانت محتاج في مباراة زي دي انك انت تغامر فيها بحاجة وتغامر مش شرط من بداية المباراة تغامر على فقطرات المباراة يعني مباراة نجب تتقسم مع عمل في الزهاب من بداية الشوت التاني صالح جمعة بالزبط كده فلعاوز اقول قبل كده ان هو كابتن حسام هو بطبيعته بيحسب كل حاجة فانا عاوز وهو بيحسب يبقى هو في مرحلة لازم هيبقى مش بس بيغامر ده هيبقى بيقامر اللي هو كتير تساعة الاخيرة والخمسة وعشرين دي الاخير فلازم هو يبقى مقسم مباراةه بالشكل ده اتمن وهو اكيد هيقسمها بالشكل ده على فترات زي محمد كان بقول من شوية فكرة النصة الاولانية وانك تلعب على مرتد لو ممكن تيجي في ربعة ساعة تانية تبقى انت اللي ضاغط لانك انت لو نجح على مدار خمسة وعشرين او دائتين ديئة انك انت هما ما يسجلوش خلاص بتهمدهم انك انت تقدر تضغط في وقت زي وعندك الاوراق اللي تقدر من اسلامنا على الاطراف او من العمق او الجانب المهاري في بعض في لعاب الناد الاهلي انك تقدر تعمل ده لكن بصفة عامة لازم المباراة دي مش مباراة الاسم على اثنين لمباراة الاسم على واحد بس فبالتالي كابتن حسان البادل لازم احضت في اعتباراته ان انا ارجع كاسبان ارجع كاسبان وفق مفهومي الخططي وفق كل الاوراق الربحة اللي عندي اللي انا اقدر استخدهم خاصة في الشق الهجوم الشق الدفاعي فيه ناس متميزة سواء سعد سمير او رامي او علي معلول او فتحي ودهم للدين الارتجاز عشور او صلي الدفع المعنوية النهاردة اللي بياخدها شريف هو شريف او الحراس بصفة عامة هو شخصية قيادية طبعه عنده سمات القيادة وإلا ما كانش طالع يعتذر عن الخطأ اللي عمله او الخطأ اللي حصل في المباراة فور نهاية المباراة وانه يكتب ده معنى انه يكتب ده مش بس كتب ده هو أستاء المباراة رفع ايديل اتنين واعتذر للجمهور واعتذر لزميله ان انا مسؤول عن الخطأ اذا هو النهاردة بدفع المعنوية اللي بياخدها من الجماهير بجانب الجلسات اللي بتحصل من الجهاز الفني ما هي سواء كابتن طريق سلمان او حسام البدري او أيوب او كابتن صادق حفيز ده بيقدي الى استنفار قدراته الداخلية انه هما النهاردة الجزئية النهاردة بتحضور الجماهير تخلي اللعيبة بتفتكر على طول مشهد العودة ان الناس اللي تبقى في استقبالها في العودة فبالتالي كل واحد بيبذل أقصى طاقته ما بيبقاش فيه بيبقاش فيه لفردية والعلانية يبقى الكل بيلعب بروح واحدة بينصاهره من اجل اسعاد هذه الجماهير فبالتالي اللعاب النادل الاهلي حضور الجمهور بالشكل ده ده يساهم في ده كابتن حسام البدري لازم هو وهو شغال من قبل حضور الجماهير حاطت قدامه انه هو الملايين من عشق النادل الاهلي اللي بيقابله في كل مكان وبيكلمه في كل وقت على فكرة التأهل للنادل الاهلي مع انتصاراته هذا الموسم في كل الالعاب وفي الكورة محتاج جدا 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 بطولة افريقيا محتاج يروح كاس العالم في الامارات او راح كاس العالم في الامارات ده امر مختلف تماما حضور جماهير رهيب أجواء متوفقة معنا مش زي أجواء اليابان مفيش بقى لأسعب ايولوجية ولا التغير فبالتالي انا بتمنى بإذن الله ان التوفيق المدل الاهلي فازمه برا وبتمنى التوفيق اكتر لكابتن حسام البدري ان هو ربنا يوفقه ويعمل الصح ابو علي في بداية التمرين وبداية التشجيع كان فيه لقطة لباكا اللي جووس البطاقة مش بركز في التمرين اه بطاقة الدولية بعد بصد الشمال على اللعيبة اكيد عبدالله الشامي ودخوله مع أجواء الفريق تشوفوش ده المنظر الجمهور هو بيلاع في فريق تعرف الجامعة هناك مش بيلاع في فريق جماهيري ده فريق وحتى هو جماهير فشايف الوضع هو تحس ان هو مخدود يعني احنا علقنا عليها هو مش بركز خالص في التمرين بيعمله التمرينات اللي في الاول دي مع التدريبات اللي في الورم فهو قاعد بصش نحن الشمال على الجماهير اللي أنا شايف اه كان بيكلمه بيقول له ايه ده هو الوضع هتتعاود 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 انا كمان ما شفش ملعبش بساد قهرة وفي 120 ألف ومئة ألف وشاف الأجواء اللي هي اللي احنا عشناها في فترة كبيرة جدا في مصر انا بس يعني تعقيبا على كلام حضرتها وكلام السيزر المعاطي انا اتمنى ان كاد حسان بدل يلعب بداية المباراة حتى لو اول موص الساعة يلعب بثلاثة هفدفندر يقدر يستحوز هفدفندر بقني مهام مهام بفاعية انا لسه اتمنى يعني ان هو يلعب بثلاثة هفدفندر اتنين وغدين يعني مهام ان هو يقفل يعني السولية مثلا العالمين وعشور على الشمال يوقف الاطراف بتاعت فريد ترجي وفي النص يلعب بشام محمد بشام محمد بصير كويس عنده شخصية لعب النادي الاهلي متربى في الاهل طول عمره او متأسس في الاهل بالضبط بيقدر يقفل موطقة نص الملعب وفي نفس الوقت يربط نص الملعب بخط الهجوم وخط الدفاع عنده حاجة من حسام غالي مع حتة تحركات اكتر وسرعة اكتر وبحكم السنية حكم السنية فلو قفل كابتر حسام نص الملعب على كلوبالي وعلى فرانك كون وعلى فرجاني سياسي التلاتة اللي بلعب بيهم فوز البنزيرد في نص الملعب صدقني احنا هنسيطع نص الملعب هنقدر نصنع الفارق زي يقول يا سيد المعاطي ان انت تمسك كورة الاهلي لو نسك كورة بيجبر اي فريق ان هو يلعب من نص ملعب انت بتبتدي تحرك كابتر حسام حفظ اللعيبة من السنة اللي فاتت ازاي دايقوا الملعب ازاي لعبوا كورة على الارض سهلة ازاي يضغطوا اي فرقة بيلعبوها حتى لو بتلعب بفرقة هي بطبعها بتهاجم فانا انا شايف ان الاهلي لو لعب بتلاتة هافدفندر وبدأ حتى لو اول نص ساعة بس او الشوت الاولاني بس وعد النتيجة بسلبية او قدرنا نخطف هدف الوضع يتغير الشوت التالي ممكن اعمل تغيير هجومي دي الاستراتيجية اللي مانويل جوزي اللعب بيها مباراة سفاقس نعم في الفين و سيطع نص الملعب وابتدى يعني الناس كلام كتتتوقع ان ممكن يبدأ بثلاتة هافدفندر دايقاء عايز يفسب اسم مباراة اجزاء اه اسم مباراة اجزاء ولعب ان كل جزء هيبدأ يغير وقال اللعيبة انت في ديال فلاني هنزل اسلام وفي ديال فلاني هنزل وقال رياض ازاي فنا اتمنى ان الكابت حسام يعني يحدد الكلام ده من قبل ما يسافر هم على فكرة طلبوا من الكابت حفيظ واسافر مبالح طلبوا منه ان هو يتمرنوا تمرينتين على ملعب رادس التمرينة ان شاء الله هم يسافروا هيتجمع في المطار ستة الصبح هيتسافروا الساعة تمانية هيبقى فيه تمرينة بكرة عايزين يتمرنوا على ملعب رادس تعرف القوانين بتقول ان هم اللوايح يتمرنوا يبقى الجمعة بس اللي هي ليلة المباراة فهم كده الكابت حسام عايزة مرة ان تمرينتين على الملعب اللعبة تاخد عليه أقر ويفشوا الأجواء بقوة فأتمنى أتمنى ان يعني الموضوع يتقسم المراحل ويكون التوفيق يعني المصاحب خاصة وليد أزارو بيوصل وبيقلق أي ادفاع وبيضغط وسريع بس للأسف فأنا عجبني حاجة بقى في الموضوع ان استاذ ابو المعاطي عايز سلاسي بدوافع هجومية واستاذ ابو علي عايز سلاسي بدوافع هو هشام عنده الكنين على فكرة يعني هشام محمد اللي امتابعه السانفات مع المقامل امامر كابتن هشام يدفع بشام محمد انه رسا جاي طيب انا ممكن ممكن ايخاف عليه هل من الورد استاذ ابو المعاطي انه مثلا يبتدي بالسولية وجنبه هشام وامامه عبدالله السعيد او صالح جمعة صالح واحد منهم او او احنا بني ادي كل الاقتراحة او هشوروا السولية في المطش ده مع فرانك كوم وكلوبالي لازم يكونوا موجودين في المطش ده نعم لان الاتنين وحوش في الملعب تعترج دول اجسام وعارف انت بلغة الكرة كده زمعاطي اللي هم الديفندر ماشا الله لا البلسم اللي هو ما بيعملش فولات ما بيأخدش انذارات بيقطع الكرة وبيقدر بسرعة ينقل فرقته او يعمل الواجب الدفاع الشوت التاني لما نزل صالح جمع وعبدالله السعيد وكان وراهم السلية النادي الاهلي خلاص اكثر اصبح اكثر استحوازا وفي نقطة مهمة جدا ما حدش اخبره منها ولكن يعني دايما بتبان مع النادي الاهلي في اخر لقاءاته امام المصري بانت امام الزمالك بانت وايضا امام الترجج جانب البدن يعني النادي الاهلي يبقى افضل من الفرق المنافسة بشكل جيد فاذا وارد ان الكاتر حسان البدري يبتدي متحفز اصاب المعاطي في البداية لازم يبقى متحفز اه في البداية ولازم يبقى متحفز دي النقطة لا أتكلم فيها انه يبدأ متحفز ويلعب بتلاتة الهشام عنده يعني مهام دفاعية وهجومية بيقفل نص الملعب وعشوره والسلية بيقفلوا الطرفين فانت قفل نص الملعب وعندك اربعة وهو على فكرة كاتر حسان جي في المطش الاخير لعبة اربعة واحد اربعة واحد لو انت خدت بالك في مبادة للخطة بعد كده واخر عبدالله اخر عبدالله خطوتين 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 هو رجعه بس خطوتين كده يعمل وجه دفاع شوية ويبقى حركة ويقف مع صالح هجبالك بشكل زي ما زيني دين زيدان بيعمل مع مودريتش وكروس يعني الاثنين وراهم كاسيميرو كاسيميرو تمانية بالضبط في الكرة القدم سيد عبدالمعاطي نكمل السيناريوهات هل البنزارتي هيفاجئ الجميع وممكن يفاجئ النادي الاهلي بانه يبتدي مهاجم ويستخدم دعم الأرض ده لازم ده لازم هيبقى بدء مهاجم وضاغط على النادي الاهلي ولازم يبحث عن هدف خلال عشر اوروبا ساعة العشر ده الاولى اوروبا ساعة عشان كده امتصاص فريق الصفاقسي فريق التراجل مهم جدا 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 انك انت تبقى بالضياء مساعدك مش بنحلهم فرص للتهديف مش بترتكب فاولات على خلطة الثامنطاشر لانه هم متميزين في الدربات السابتة وده عنصر مهم جدا يجب ان نركز عليك حسين البدري في فرقته ان الدربات السابتة استغلال الدربات كيفية استغلال الدربات السابتة ما شوفنا احمد الشيخ في مؤتشة الطلاقع بيسجل من لكن بصفة عامة ما فيش استغلال الدربات السابتة بشكل ايجابي يعني هي ما فيش تكتيك معين سواء في الركنيات او في الدربات السابتة فدي جوز ايه مهمة جدا حرار رغم من وجود سعد سمير واحرز امام سموحها كان هذا فوض سعد وعبدالله وصالح ووليد يعني في كذا حد عنده في دربات سابتة في دربات السابتة في وليد وعبدالله ممكن يقادوه والشيخ والشيخ وايضا صالح جمع بيعرف يعملها فهو الركنيات عندنا بأسلا المدافعين اللي هما الطوال ساعد ساعد ويطلع ويسجل حتى مع المنتخب سجل الاهم بقى دلوقتي انك انت اكيد الف به البنزيرت هينزل ضغط لازم هيبقى نزل ضغط عليك ودي فرصة ودي فرصة لحسن استغلال المرتدات السريحية مش ممكن يفكر اننا يعني متعدل اتنين اتنين ابتدي متحفز الى حد الماء بعد كده افتح هو كفته ارجح وكعبه اعلى فلازم ينزل ضغط عشان جمهوره لازم هيبقى عاوز يكسب الجمهور ده في المباراة لازم هو عاوز يسجل لانهو لو سجل ضغطك نفسيا وعصبيا وانهى المباراة مبكرا او همدك بلغة الكورة فبالتالي اللي هو الحاجة الوحيدة اللي تخسره انهو الاهلي يكسبه لكن اي تعادل 0011 يتأهل تعادل اكتر من اتنين اتنين لما فوق يبتدي مسألة صعبة مسألة صعبة انه يبقى كل فريق بتسجل فيه ثلاثة مثلا في مباراة صعبة زي دي بخبرات بقدرات معينة اذا طبعا هيبغت الناد الاهلي هيضغط على الناد الاهلي هو هنا قلة الاخطاء في حوالي ال 18 ده شيء مهم جدا استخلاص الكورة والاستحواز والتركيز مع كل باص عدم موجود ميس باص من بعض اللاعبين المؤثرين في المنطقة دي ده شيء مهم جدا لو الناد الاهلي كابدر حسام مرن الفرق على مرتدة معينة سريعة ممكن الناد الاهلي يعمل عنصر المفاجئة في البداية لانه قردي هو هيدغط قردي يعني ما عندهش حل غير انه هو يضغط الناد الاهلي من بداية المباراة بحثا عن هدف لاتمؤنان بالتأهل لاتمؤنان بالنسبة له اذا فانت يعني الناد الاهلي هنا في الكافة الاضعف في بداية المباراة كل ما الوقت يمر والنتيجة تعادل ده بالنسبة له مكسب انك انت تقدر تغير الكافة في اي وقت لكن الاهم هو التركيز الشديد في انهاء الهجمات هنبارح كلنا شوفنا برشلونة وقابيار مفيش الهجمة بجون مفيش هزار مفيش فكرة انك انت تضيع فرق القدرات بين اللعينين مفيش انك انفضائي انا بتكلم على فكرة انه طالما انت تهاجم وفي رجلك الكورة لازم تركز في انهاء الهجمة مش انك انك انت اه لا تستحملش اه لا تستحملش اضاعة فرصة وده السبب انت كان في ايدك وانت في اول ربع ساعة تطلع 2-0 أو 3-0 انت قضيت على فريق الترجي وهيبتدي هو يفك ويهدمك وتبتدي ممكن تطلع بنتيجة كبيرة سبحان الله يعني بعد ما الناس كلها جالها امل الاهل فاي والترجي مش فعلته الناحية الشمال دي انت ضغط عليها جامد وراجد بيغلط وفي حالة دربكة كده عند فريق الترجي فجئت ان جنجة بخطأ قابل التمركز خاطئ من اللعيبة وبعد كده قلت خلاص يعني وضغطوك بقى انت اللي كنت خاف منه ومش عايزه يحسن حصل ان يجي فيك جنج في ملعبك وكان الكادف حسان بيحظر اللعيبة قبل الماتش يا جماعة على قد ما نقدر ما يخش فينا جنج هنا في القاهرة الجنج في اللعيبة بتالي اطلقبطت شوية جينا قلنا الشهود التاني مع بداية كورة وليد اظهره لو اجاحة طهاله دي وضعت برد الاهلي سيطر بعديها مع بداية الشهود التاني الجن اللي جي فيك ده يعني بص يعني بص يعني بص يعني يعرف لانطباع حتى بتاع الفيرة كلها زارف وش احمد فتحي بعد الجن استخباله العظيم استخباله العظيم استخباله العظيم يعني هل يعمليه طيب بإذن الله بإذن الله بس في نورة الجماعة برضو عبو علي كانت مهمة جدا يعني النادي الاهلي كان الاكثر وصولا للمرمى على مدار الشوتين ايه تحسب وانت تحسب لكاتر حسابة البدن وانت تضغط اكثر سرعة استعدت الامور يعني برضو الفرق الكبيرة بتبان في المواقف الصعبة لما اكون انا بلعب على أرض وسط جماهيري وكون مضايع فرص كتيرة ما هو يا خش فيها جنين اكمل بسا يا خش فيها جنين وانا ارجع بقوة واستعيد زمام الامور مرة تانية ويبقى ليه على يده العليا وسجل هدف تاني انت الاهما دي حاجة ايجابة كبيرة جدا دي شخصية البطل ايه الفريق بين الفريق البطل والفريق العادي الفريق البطل عنده شخصية برضو انت لما سجلت في التراجي الفرقة ما تهزتش وفوز البنزيرت ما تهزتش وقع جاب لعيبته وتكلم يعني قصدي ما تخدوش برضي هي الجزئية ان الفرقتين كبار فرقتين تقال بيمتلكوا خبراء فرقتين يستحققنا الله لانا كنت بكلم فيها لها شخصية الفريق البطل فيه فرقة اصد معاطل لها الفريق اللي بيقدر يخبه فيه فريق ممكن يخب بطولة مرة ياخدها سنتين ممكن ما يدارش يحافظ على تلقى مثلا تلقى البطل ده تلقى ريال مدريد تلقى برشلون تلقى اليوفينتوس في إيطاليا تلقى مانشستر تلقى مانشستر في انجلترا تلقى بير ميونيخ في ألمانيا تلقى الاهل في مصر والترجي في تونس او ممكن يخسر مطش او ممكن يخسر مطشين لكن هو في المجمل اي بطولة بيخشها بعد كده بيقدر ينبغي فلعبة الاهلي بحكم شخصية البطل اللي بول عليها بحكم اللي هم تربوا عليه وبحكم اللي ترصخ في دماغهم من قبل المباراة هو نازل ما عندوش اي خيار تاني ان يخرج غير ان يكسب او يخرج بنتيجة الاجبية مش ينفع يخرج مهزوم في مباراة القاهرة هنا او مباراة برج العرب يعني ويروح هناك يتحط في حزبة بيرما فالاهلي اللعيبة بتاعته بعد الجنة التاني كان يقدروا يعني مع الجنة اللي احرزو كان يقدروا ان هم يضيفوا في كرة متعب وكرة ازهار اللي راح بيها في اكتر من كرة الاهلي ضغط بيها كرة فتح لو بصالت صالح جمعة على الشمال زي اصول موقعتي كان بيتكلم فانت عندك الشخصية وعندك اللعيبة اللي تقدر ترجعك هناك بس اهم حاجة التوفيق ما ننساش ان احنا باللعب فرقة كبيرة عندها قوام قوي وعندها مدير فن قوي لعبة منتخب تونس عندها ديكة برضو قوية اتمنى ان الكابتر حسان بدري يضرب لعيب على دروات الجزاء انا مش عارف لي عندي احساس انا عندي احساس انا عندي احساس انا مش عارف ان احنا نروح على دروات الجزاء خلينا ناخد تاريخ موجهات الاهلي والترجي في تومس ان في سنة التسعين انتهت المواجهة اللي في تونس بالتعادل السلبي بدون اهداف 2001 انتهى التعادل ايجابي واحد واحد وحضركم تتذكروا الهدف الشهير لكابتن سيد عبدالحفيز اللي اهل النادي الاهل لمواقد ساندونز في الوطاق 90 الموشين راح جاي انا احنا دي التاريخ الموجهات في تونس 2007 كان تفوق الترجي التونسي بهدف مقابل لشيء وده كان في دوري المجموعات ف2010 كان برضو تفوق الترجي بهدف مقابل لشيء ف2011 كان الاهل صعد في قلال البطولتين وفي 2011 تفوق الترجي بهدف مقابل لشيء 2012 الاهل فاز فيه اللقاء هناك اثنين واحد محمد نادي جيد هو وليد سليمان وفي الكنفدرالية 2015 1-0 بهدف جون انتوي وكان فاز فيه القاهرة بثلاث اهداف وده اعلى نتيجة في المواجهات 3-0 هذه النتيجة ودائما مواجهات ما بين الاهل والترجي فبقاش تنفارق كبير لا لا طبعا في الرتم كباريس محمد زي بنقول ودائما النتيجة بتبقاش كبيرة عشان كده بقول صعب 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 في هذه المباراة ان يكون المباراة العودة ان يبقى فيها هداف كتير هي تبقى مباراة الفرصة الوحيدة يعني اللي هيحسن استغلال الفرصة ده هي يعني بالنسبة كبيرة يبقى عاد انا شايف احنا قد نتكلم حسين البادر يبدأ ازاي فبنقول انه هيأمن دفاعته اعتقد انه هو قد يباغت يبقى عنده فكرة مجنونة تختلف مع شخصيته انه هو يبدأ هو اللي يضغط عليهم و هو اللي بيهاجم ماردو انت لو عملت ده هتربك حسابته و عنده من الامكانية و عنده امكانيات و قدرات فنية لللي عاجين على كده و عنده لعيبة واليقى مدنية تشاعدوا من التحول الى الهجوم من الهجوم الى الدفاع بسرعة و انك تدايق مساحات و انك تستحوز و حاجات بالشكل ده و تقطع طب انا اخذك لسؤال مهم استاذ بالمعاطر يأتي دائما الى الازان الاهلي في المباراة الكبيرة كان بيلعب جونير اجايه و بيلعب وليد سليمان و مؤمن زكريا عشان يأمنوا بكاته و عبدالله و عبدالله طبعا في القلب انا بتكلم ان اتسولاسي اللي في الامام و معهم عبدالله دول الرباع هل من الممكن ان يبتدي فيه لقاء الترجي بجونير اجايه كرأس حربة صريح و يسيب ازار ورقة ربحة و يأمن دفاعاته بالنحية بوليد و مؤمن زي ما عمل في الاهل و الزمان انا شايف المباراة دي مؤمن موجود فيها شايف ان مؤمن موجود فيها بشكل اساسي لان مؤمن عنده خبرات عالية جدا في انهاء الهجامات و عنده تميز في الجانب التهديفي من على الاطراف و الجانب التهديك الدفاع و هو عنده و مؤمن و جونير اجايه و وليد سليمان و طبعا بجانب عبدالله عندهم تفاهم و انسجام من كتر اللعب مع بعض و ده تشكلته الاساسية اللي بيلعب بيها باستمرار وليد ازارو انا شايف ان هو بناء على علاقة كابتن حسان بيه خلال هذا الاسبوع يحدد يبدأ بيه ولا يبدأش بيه يعني جلساته معاه و ظهوره في التدريب مستوى في التدريب و ثقته بنفسه هو ده اللي هي يبدأ بيه ولا يبدأش بيه بس برضو انا شايف انه هيبدأ بيه انا شايف انه هيبدأ بيه انا كنت هون يبقى انه هو بيهمد البايه الدفاع عنده انصر القوة موجود عنده عنده سرعات عيبه بس الوحيد الفينيش لو ده ما موجود عنده بقى لعيب علامي يعني بس الله ان شاء الله عليه فلكن هو هيعمل ليه كابتن حسان انا شايف انه هو مؤمن من الاسامي اللي قلتها مؤمن لازم يكون موجود في الملعب بجوار عبدالله الصعيد هيبقى بقى وليد سليمان ولا جونيور اجيه دي بتاعت كابتن حسان لكن مؤمن لازم يبدأ لانه مؤمن هيقفل معالي معلول الحتة بتاعة المباركي لانه اللي هو الباكرايد بتاعهم انه عنده سرعات عالية هو اسست في عدد كبير جدا من الاهداف اللي سجلها التراجي التونسي هذا الموسم فبالتالي هو بدء المبركي طيب أبو علي بلاخل سيناريو آخر في لقاء الزمالك الدور الأول جونيور لم يبدأ أساسيا ونزل وأحرز هدف هل من الوارد ان يكون وليد أزارو ومؤمن وليد سليمان ثم يستعين بجونيور كوراق ربحة بص في الهالي كاس مصر نفس الجوني اللي جي في الاهلي ده كورة تلعبت برضو بنفس الطريقة وتردت جهة 18 اللي طلحها وأنقذ المقص مؤمن زكريا مؤمن زكريا بيعمل حتة من 18 لل 18 دي اللي هي الخط اللي هو بيقدي واجب الدفاع كويس وبيقدر بالزبط بيقدر يغطي عنده الملكة ان هو بيدفع كويس وبيهاجم كويس فأنا قد أتوقع أن فيكون المجي في الاهلي في الجوني الأولاني في مطش التراجي لو مؤمن زكريا كان موجود في البداية المباراة كان الكورة الكورنر مؤمن بيأخذ الحتة اللي هي اليمين دي بتاعت الاهلي هجوما ودفاعا وكان ممكن يجوما في الكورة دي كان ممكن يطلح مؤمن بيتميز بتحركاته المميزة أو بيقدر زي نقوله كده اللعيب اللي هو اللي بيسرق المدافع بيعرف يغرب من ظهر الديفنس وبيقدر يحرز أهداف فأنا أتوقع أن الكابتو حسام هيستغل الجانب الدفاعي اللي موجود عند مؤمن بجانب قدراته الهجومية والجانب الدفاعي اللي موجود عند وليد بجانب قدراته الهجومية انه يبدأ بيه المباراة انهما يغطوا مع الهف دي فندر ومعلول أنه يغطوا الأطراف وفي نفس الوقت بيضموا مع اللعيبة في نص الملعب في وقت الحالات الدفاعية فأنا أتوقع وأتمنى أن مؤمن زكري يبدأ المباراة دي مع أوريد سليمان زي ما أبتلك عشان الشخصية هل هل تخش في الحتة أزاره وأجايه أجايه ممكن يبقى ورقة ربحة يدفع فيها الكابتو حسام بدل يشوف تاني الكابتو حسام هيفكر في تفكيرين هيفكر في لعيب يقف على الكورة ويبتدي يحرك الأطراف من حوري زي ما حصل مع سيد حمدي لعبه أنه حساب يقف على الكورة ويقدر يختارك من الجناب ويحرر كورة لجده يعني هو ممكن يكون مش سريع جده كان سريع بس سيد حمدي مش سريع فقط في 2012 لعب أن سيد حمدي استلم كورة وبتاقي يتحرك على الأطراف ويفتح مساعات لجده فممكن أجايه بيعملها كويش شفناه ماتش الوداء يدري ستيلم ويلف ويعمل الكورة ويقدر في الماتش الأخير ده أنه هو يختارك ويحط كورة لأزاره فهو هيفكر أن أجايه يقفل على الكورة ويقدر يعمل الحتة يعني الفرقة تاخد نفسها زي ما يقوله ويقدر يعمل محطة يعني محطة للفرقة وفي نفس الوقت هيفكر أني دلوقتي لو فريق التراجي هاجمني أو لعب علي ضاغط أنا إزاي أستغل قدرات اللعبة الموجودة عندي أن أعمل الهجمة المرتدة السريعة من خلال سرعات أزار فأنا أتوقع أن الكابتر حسام أزاره مؤمن ووليد ووليد عنده سرعات دي ولعب زابلو كده الثلاثة دولة في مرتدة يعني لعب يعرف وليد يعني يرزل كده قرويا يعني في لغة كورة مهما كان الطول ومهما بيحط جسمه بيقدر يعمل شاتلينج وبيقدر يدافع فألعب من اللعبة للريخ مقرويا يعني بيتعب الفريق المنافس لي فأنا كاد حسام هيقدر يحسم أو هيختار بين أزاره ووليد وجونير أجايي بتهيقل في آخر تمرينة هتتضادح لرؤية بناء على خطة اللعب اللي هيلعب بيها صحيح وكده كده أنا توقعي حسب سير المبارة أن الاثنين هيلعبوا ممكن واحد يبدأوا التاني يتم الدفع بيه حسب الظروف المبارة والاثنين يكونوا مجموعة شريف إكرامي تحية مرة تانية من جمهور النادي الأهلي ده بعد انتهاء التدريب أنا سيب حراكوا بس تسمعوا وهعقب معلش معلش إلعب ما يهمكش ده لنداءات جمهير النادي الأهلي جمهور العظيم اللي دايما بيكون موجود لما النادي الأهلي بيكون محتاج له وهو ده اللي شفناه مع الحارس الشريف إكرامي أبو علي تحية جميلة جدا من جمهور النادي الأهلي وعي كبير فيه وعي لسه كنت أقول لك فيه وعي ناس عندها وعي وعرفة هي جاية في رسالة هتقدمها طمعنا الكلمة نحضر الجمهور بصراحة اللي منح حضور الجمهور بصراحة ما أنا تراحت الموضوع زمعطين اللي منح حضور الجمهور بصراحة هو أهل خلاف اللي موجود بين جمهور نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك خلاص ما يجيش جمهور نادي الزمالك ده 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 الأساسي الجزية الأساسية اللي موجودة اللي منح حضور الجمهور لكن جمهور النادي الأهلي ملتزم في مبارياته جمهور المنتخب ملتزم في وراده جمهور نادي الزمالك ملتزم في مبارياته حتى لما خسر نهاية البطولة باستثناء مباراة أهل ترمز سيسب المعاطي ايه علاقة رجوع الجمهور بالربط بالتأهل الكراس العالم لا لا بص الوزير خايف وكل ده كلام نظف قولت التأهل الكراس العالم ده كلام نظف هيجي لك بعد الشيء وقول لك ده ما حصلش طالما ورئيس ناتي الزواج موجود وما وزال الخلاف موجود بينه وبين جماهيره لن تعود الجماهير وده لأن الوزير لا يهتم بالقضية بهذه القضية بشكل إيجابي هو بس كل مرة ارجع لكل تصريحات ومعابرات المنتخب يقول لك بعد المباراة دي هنفكر في عودة الجمهور بعد المباراة دي هيرجع الجمهور بشكل مشاهد فيه النهاردة عندك قانون يحدد الواجبات والمسؤوليات طبق القانون الجمهور يحضر وانت صرفت مئات الملايين على تجهيز الملاعب بعد حد سبراسعي وعملت كاميرات وقلت أجهزة من المحاول كم نحاولة؟ كم نحاولة؟ كم نحاولة؟ أنت النهاردة جهزت كل ملاعبك بالكاميرات وكل الدنيا وقلت بالنص كده قلت نجح سياديها المسؤولة عن تركيب الكاميرات وامتابعة الجمهور وان لو في واحد بيشتم او بيقوم بفعل خارج من الجمهور هتجيب اذا طبق القانون وعندك القانون الرياضة اللي طلع ده طبقه الجمهور يحضر باحترام وادب وشياكة وزي ما عمل ناد الأهلي اللي هي تذكرة الجمهور دي ستكون المسؤول السياسي اللي هو يقدر يطرح الأمر في مجلس وزراء وينقشه الجدية وعلى مستوى سياسي محترم هو الوزير إذن الوزير لو هو مش مرعوب من رئيس ناط الزمالك مش خايف من رئيس ناط الزمالك ها حينقش الموضوع بجدية لكن هو مش خايف من صدام الجمهور مغرس Cannes هو الجمهور اللي محبوظ بأن ناد الزمالك دات ها تحبث لهم مش حتى هنستفزار رئيس ناد الزمالك ليهن ماشي فبالتالي انت تستفزير كملكم جمهور النادي الأهلي أو جمهور نادي الزمالك أو جمهور منتخب مصر أو جمهور الإسماعيلي أو الاتحاد أو أي فرقة كان من كانت النهاردة فيه قانون يتطبق على الكل الناس يحضر باحترام في سيستم يتعمل اللي يغلط يتحاكم ويتحاسم طيب احنا معنا زملنا أمير هشام ومع لقاء مع سيد محمد جمال هليل عضو مجلس دارة النادي الأهلي أمير إليك الكلمة موسيقى تواجد الجمهور كان شيء مهم جدا كدافع مع نوي للفريق بعد التعادل الأخير أمام فريق الترجع التونسي من نتيجة 2-2 لكن إن شاء الله لعبة النادي الأهلي رجال قادرين إن شاء الله أن هما يرجعوا بانتصار مهم من تونس عشان نقدر نتأهل لدور الأربعة من دور أبطال أفريقيا ووصلت هذا المشوار ومن ثم تحقيق هذه البطولة الغائبة عن النادي الأهلي أعود لك يا محمد شكرا لك زميلي أمير هشام تغطية مميزة صراحة لمران النادي الأهلي اليوم في حضور الجمهور العظيم الجمهور اللي بيحرك إلى حجر جمهور النادي الأهلي الدائم دائما لفرقته فريق النادي الأهلي يبعلي كان لك تعقيب على موضوع حضور الجماهير وبعض التصرحات سيد المعطي هذا الكلام مهم جدا ياريت يعني يبقى فيه تحرك وياريت الناس لكن أنا تعقيبي العميد صارت سويلم طلع مبارح في إحدى القنوات وتكلم الأهلي ما خدش موافة الأمن وما فيش موافة أمن وإزالك ما شاب بتلعهم غير جمهور أنا عايز أخو بتكلم يعني بيتكلم عن نيابة عن نادي الأهلي ليه يعني أنا دلوقتي لا هو مسؤول في نادي الأهلي ولا هو متحدث عن نادي الأهلي ولا لا هو بيكلم عن الأمن لأهلي داخل اتحاد الكورة إن الأهلي يدعو جماهيره إنها تحضر مران الأخير مثلا مران الفريق أخير بالصفر لتونس يعني التحاد الكورة عارفت بيقولوا إيه لا منه ولا كفاة شره يعني إنت لا بتجيب وفاة أمنية ولا بتعمل شغلك وفي نفس الوقت خليت ناس كثيرة ما جاتش وما حضرتش التمرين دي نقطة ودي حاجة فعلا كتت مستفزة جدا أنا عندي معلومة ومتأكد وعارف وكننا عارفين هنا في القناة وعارفين سبب عدم إعلان الأهلي إن الأهلي خايف الأهلي لو أعلن وصد المعاطي رسمي وهلا جماعة الناس تروح بكرة التمرين هتلاقى في التيتش مئة ألف هتلاقى مئة ألف والبلد يعني مش مستعملة أي كالسة أو مستعملة أي والنادي نفسه قال للأستاد الجميل كلها متعطشة الناس بقالها سنين مش عادة تخشي ممشاة يعني برج العرب بتلع في برج العرب في ناس كتابة عايزة تروح بسي مش قادرة فالأهلي خاف أنه يعلم ناسمي وقال يا جماعة إحنا يعني إيه لا هلين فيه ولا بس إحنا عندما معلومة الناس رايحة والأهلي جاب موافقة الأمن نعم أنت بصفة داخلية طالع تقول الأهلي ما لأمن موافقش طب إحنا النهاردة الأمن وافق وكان وقب بيفتش الناس وكان فيه شكل أكثر من رائع كان غير منطقي أنت دوقت شكلكي كان غير منطقي نعم هو غير منطقي بالمر طيب إحنا عايزين برضو نقول لحضراتكو رد فعل الصحف التونسية أن صحف التونسية حذرت فريق تراجي التونسي من غدر الأهلي وقالت أن المواجهة لم تنتهي وقالت كمان أن نادي تراجي التونسي لم يضمن أبلوغ نصف نهائي فليس هناك كمان يستطيع التكاون باللقاء يوم السبت في رادس أو يجزم ويؤمن أن الأمر محصوم بعد نتيجة التعادل 2-2 وقالت أن الأهلي لم يخسر شائن حتى الآن فهو يمتلك الزكاء والدهاء والخبرة اللي تجعله قادرا على إحراج التراجي في تونس فيجب أن يحذر التراجي ده رد فعل الجانب التونسي نحن لازم نسأل لحضراتكو كل الأجواء وكل الأصداء أن الصحف التونسي نادي القرن الأفريق أستاذ أبو المعاطي زاكي تعتقد أن هذا الوعي من الصحافة التونسية باين أنهم عارفين إيه في نهاية الندلة لقيمته كبيرة فرقته فرقة كبيرة المباراة صعبة على الفريقين لا يستطيع أحد تكاون بنتجتها 90 دقيقة هم اللي يحكموا من يتأهل حالة اللاعبين يوم المباراة وفي توقيت المباراة هي الفيصل في النتيجة مدى التوفيق من عدمه لبعض اللاعبين في إنهاء بعض الهجمات الأداء نفسه فأنا عاوز أقول فرقتين كبار حدش يقدرون أن التراجي كفيته أرجح ولا أن الأهلي يكسب ولا أن الأهلي وضع البطولة لا المباراة ما زالت في الملعب شوت تاني بتلايب هناك فكرة عنصر الجمهور وتأثيره داخل المستطيل الأخدر أصبح غير موجود يعني أنت الأهلي راح كسب من هناك ورجع بالبطولة كان في وقت ما كانتش فيه برضو جمهور في مصر لكن النهاردة غياب الجمهور عن الملعب دي كارسة حاقية تصب في عدم مسؤولية تزيش شاب ورياضة هو المسؤولة أولا عنه أنا بقترح أن الأندية تبقى مسؤولة عن حضور الجماهير والاستعانة في شركات أمن خاصة نهاردة نادي الأهلي عنده جمهوره وساستم المسألة يبقى الأمن الشرطة بره وشركة أمن خاصة في النظم دخول مباراة وهكذا وبقى الأندية شركات الأمن يجي تضرع بره تشوف الدوريات بره نفس الشركة فالكن اللي هي اللي بتمسك دوقات مباراة المنتخب والمباراة الناد الأهلي متمرنة وشركة تمتلك خبرات وقيادات محترمة جدا في هذا المجال فبالتالي طب يا سيدي بلاش الناد الأهلي قادر أن يجيب السيستم للشركة وإدارة المباراة السوبر في الإمارات تطبق ده لكن إن أنا أعود دايما على تصراحات وزير الجمهور هيرجع مش هيرجع الجمهور الأمن نفسه إن الجمهور يرجع لإن أبسط حاجة إن الناس تبقى جوه أفضل ما تبقى بره إن النهاردة أقول إن الملعب يتملع جماعة ومتشكرين فالناس تنصرف بهدوء أفضل ما حدش هيخش فبالتالي دي كارس لكن هو الوزير غير جد بالمرة في حل هذه الأزمة نظرا لإن هو بيرضي رئيس نانت الزمالك بشكل مباشر نظر لخلافاتهم مع بعض نبدأ وفي رئيس ناني بيشجع على حبس الجمهور أو إنه ياخد باقف منه أبو علي عايزة أسألك رد فعلا طبعا مسألة التواصل الاجتماعي ماتش الترجي ماتش مهم جدا وأكيد جمهور المدل الأهل واعي وأيضا وجود الجمهور فيه طيب إحنا عندنا بس أنا أسف بس عندنا أمير يشام زميلنا مع الكابتن هاني عبد المنعم مدير فرع الجزيرة أمير إليك الكلمة ترجمة نانسي قنقر بحضر الليها تملي طبعا فيه فرق كبير الناس كلها أنا متابع الناس كثيرة مبسوطة باللي حصل كان عندهم رغبة أنهم يحضروا لك للأسف زي مرتلع فيه ناس كثيرة طالعة تتكلمت أن لا ما تروحوش لا كمان لكن المجموعة اللي جات فرق جامد وكان لها زي ما شفنا عملة صادة والناس كلها مبسوطة باللي حصل مبسوطة بالنظام اللي تم بالدخول والخروج مع عدم موجود مشاكل كل ده عمل حالة كويسة الحمد لله على السوشيال ميديا أنا بس نقطة أخيرة ما عليش أن أعرف أننا جمهور الأهلي قدم السبت والحد والثنين والثلاثة يعني أربع مرات بيقدمه ويقولوا إحنا ملتزمين أتمنى 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 أن يكون خطوة للناس اللي هي محبوسة من جمهور الأهلي تخرج وتكون خطوة أن الكرة ترجع للجماهير ترجع ترجع تاني للمدرجات إن شاء الله في تونس في حوالي 350 واحد أصد معاطي تبقى الفرد من جمهور الأهلي أو العدد ممكن يكتر يبقى أكتر من كده إن شاء الله مصفرين وراء الفرقة هم موجودين هناك ودعمين للفريق في تونس فزي ما قلت لك جمهور الأهلي طول عمر بيلب الندو دايما في المواقف دي بيبقى وقف وقف يعني التاريخ دايما بيشهد هالله بيبقى متواجد أتمنى تبقى خطوة للناس اللي هي المحبوسة دي أتمنى أنها تخرج وأتمنى أن دي خطوة يعني الجمهور تردع المدرجات بإذن الله طبعا في أنا أتمنى حاجة تانية أتمنى أن رئيس البعثة الشخصية يتمتلك خبرات كبيرة جدا في الإدارة يعني حد المجلس الإداري بقى موجود أو اتنين أتمنى أن موانس محمد طهر لو وقته يسمح يبقى موجود أو الأستاذ كامل زاهر لأن المباراة دي محتاجة حمكة كبيرة جدا بإذن الله وحضرتك متفائل حتى كنت تقولي الأهلي بإذن الله طبعا أنا وقت فاكرتنا انتهى وبعد الفصل هنضم إلينا كابت محمد فاروق زميلي في أستاذ الأهلي في النهاية بشكر أستاذ أبو المعاطي زاكي النقد رياضي الكبير كنت من نور المهاردة دي أنا متشكل لحاجة جدا مساعدين كنتم مع حضرتك ومع أخي محمد أبو علي أيضا النقد رياضي بفيتو محمد أبو علي كنت من نور المهاردة أشكرك فاروق أنت يعني متميز ونتقدم وتقدم كده بإذن الله وتسأل كل خير يعني يا رب وبشكر صلى الله عليه وسلم وشرف لي اللي أنا أكون موجود معي يعني في البرناس شكر موصول لحضراتكو مرة أخرى ما تروحوش بعيد متواصلين معاكو نادي الأهل الحديد